بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين إذا كان لدي ولد يعيش في خارج البلد كبعض أولادنا الذين يطلبون العلم يدرس في جامعة في خارج البلد فهل تجب فطرته علي أم أن فطرته عليه هو المسألة لها ثلاث صور الصورة الأولى أن يكون الولد في عيلولتي أنا اللي أذهب وأستأجر لي المكان وأنا أطرش لي حاجاتا وإذا بعض الأطعمة أرسلها بنحو يصدق العيلولة فستكون فطرته علي أنا هذه الصورة واضحة الصورة الثانية أن يكون الولد أن يكون الولد ليس في عيلولتي مو أنا اللي أنفق عليه الولد حصل على بعثة من الدولة أو من جمعية أهلية أو غير ذلك مؤسسة فهي التي أرسلته وهي التي تنفق عليه فتملكه المال وهو يدير نفسه في هذه الحالة هو يعيل نفسه بما يحصل عليه من أموال من الدولة أو من مؤسسة أخرى ففطرته عليه هو وليست عليها لكن في بعض الحالات يكون الولد في بلد يقول لا أعرف الفقراء هنا بل قد لا أجد فقيرا ماذا أصنع؟ نقول له الفطرة عليك لكنك يمكنك أن تتصل بآخر كوالدك مثلا وتقول له أطلب منك أن تملكني قدر الفطرة ولو قرضا وتخرجها نهابة عني يوم العيد أنت وكيلي في ذلك فحينئذ يمكن للأب أن يقرض ولده ويقبل بالوكالة ثم يخرج قدر الفطرة فطرة عن ولده المغترب الذي يدرس في الخارج إذن هاتان الصورتان واضحتان الأولى على الأب والثانية على الولد الصورة الثالثة أن يكون الولد فقط يستلم مني مخصص شهري هو يدير نفسه كامل أنا عندي ساعات حتى ما أروح البنك البنك تلقائي عملي التحويل إلى ولدي في هذه الحالة على ما هو موجود في كتاب السيد السستاني والسيد الخوي المفروض أن الفطرة على الولد لماذا؟ لأنهما ذهبا إلى أن العيلول لا يكفي مجرد اعطي مالا لأن فيها نوع تبعية ونوع رعاية وكفالة وبالتالي إذا لم يصدق هذا المعنى لاستقلال الولد يستلم فقط المال ففطرته عليه لكن الذي أوجب عندي ترددا هو أن نسب إلى المكتب من قبل بعض الفضلاء مكتب السيد السستاني مسألة جديدة لأن السيد السستاني ظهرت له فتاوى في الفطرة في العام الماضي هذه المسألة ترتبط بكفالة اليتيم كفالة اليتيم أنا أكفل اليتيم قد لم أكن رأيته في حياتي مجرد أدفع مخصص شهري ولا أدير عملية الصرف ولا شيء منها القبيل في هذه الصورة على ما هو موجود في الفتوى في المنهاج المفروض لا فطرة عليه لا ندفع مال فقط ليس هناك تبعية لليتيم بالنسبة لي ولكن نسب إلى مكتب السيد أنه هناك احتياط بأن نخرج عن اليتيم فهنا أوجب نوع تردد هل ولدي لمجرد أعطيه فلوس دون أن يكون تحت رعاية التفصيلية هل فطرته عليه أم عليه نحن أمام أمرين إما أن أخرج احتياطا وولدي أخرج وإما أن يقول ولدي لي يا أبتا أنت تنفق علي في كل شيء تفضل علي بإخراج فطرتي عني فأنا أخرج الفطرة أقول إن كانت واجبة علي أنا أنا أخرجها إن كانت على ولدي طلب مني أخرجها عنه فأخرجها مرة بطلب ولدي إن كانت عني أو عنه فتكفي بهذه الصورة يمكن معالجة الصورة الثالثة التي فيها نوع تردد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين